اهلا بكم في اكسلان تيب فيديو نومبر سكستين الفيديو ده بقى يعطب الاخر فيديو في سلسلة الفيديوهات اللي ليه علاقة بالتكست وعشان يبقى اختمها مسك هنتكلم عن المعادلة سهلة جدا ومفيدة جدا جدا في نفس الوقت المعادلة هي repeat والمعادلة دي موجودة في الاكسل من اول فيرجن 2003 ومش كتير مننا يعرف المعادلة واستخدامات شيء ممل جدا ان انا افضل عيد كتابة اي تكست عشان كده قدر استخدم معادلة repeat في ان انا اعيد اي تكست باي عدد انا اعرف يلا بينا مع بعض نشوف الامثال علاقة اول مثال عندنا هنا عندي underscore وعايز اعيدها عشر مرات فكل اللي بعمله بقول ايك والrepeat وrepeat هنا ليه اختصار rept اختار معادلة repeat بيقولي فينه التكست اللي انت عايز تعيده باختار الخلياة اللي فيها الـ underscore بعدين كما بيقولي number times يعني عايز تعيدها كم مرة فانا عايز اعيد عشر مرات اختارت الخلياة اللي فيها عشر قفلت الـ bracket وضعت انتر عدلي الـ underscore 10 مرات طيب لو مشيت بالمعادلة dot اتعادت عشر مرات dot اتعادت عشر مرات last risk اتعادت عشر مرات hyphen اتعادت عشر مرات exclamation mark عشر مرات وده كمان عشر مرات طيب اسم زي زكي اعيد كل حرف الوحده ولا الاسم على بعضه خلو نشوف مع بعض اعاد كل اسم الوحده اتعاد عشر مرات بكده خلصت شرح معادلة الـ repeat وكده خلصنا كمان سلسلة الفيديوهات اللي ليه علاقة بالتكست على مدار تعريبا عشرين دقيقة اتكلمنا مع بعض فيهم على 17 معادلة اتعاملوا على 8 فيديوهات المعادلات هم الـ upper والlower والـ proper trim و clean concatenate وconcat و text join substitute و replace find و search و lin و left و right و mid والنهارده خلصنا معادلة الـ repeat بكده يبقى خلصنا 17 معادلة ليه علاقة بالتكست و excel نزلت 3 معادلات تانين بس هم لسه في الـ insider ما نزلوش على الـ version بتاع الـ excel هم الثلاث معادلات اللي هم text split و text before و text after و دول هنشرحهم اول ما ينزلو على الـ version اللي عندنا في الـ excel طب ايه بقى الفيديوهات اللي جاية خليها مفاجئة اللي هنتكلم فيها مع بعض ان شاء الله الفيديو اللي جاي واللي حد منتقابل تاني شوفكو على خير good bye